استعدادا لشهر رمضان المبارك أضاءت كلمة التوحيد لا إله إلا الله مسجد آية صوفيا في إسطنبول الذي ستقام فيه أول صلاة تراويح لأول مرة منذ ثمانية وثمانين عاما وذلك بعد تحويله إلى متحف من متحف إلى مسجد بمرسوم من الرئيس أردوغان منذ عامين نشاهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة